مشكلة سنوية يتعرض لها العديد من الصائمين في أوائل أيام شهر رمضان نظرا لتغير مواعي تناول أطعمة والمشروبات والصيام لفترة تزيد عن عشر ساعات يوميا هذه المشكلة هي صداع مؤلم يعانيه الصائمون إذن في أوائل الشهر كانت قد كشفت دراسة أجريت منذ سنوات أن سبب الصداع خاصة في اليوم الأول من الصيام يعود إلى عدة أسباب انسحاب مادة الكافيين من الجسم قلة النوم ونقص السكر في الدم والإصابة بالجفاف كما يوصل أطباء بعدم الإفراط في تناول السكريات والحلويات أثناء وجبة السحور وتنظيم فترات النوم خاصة أن النقص في ساعات النوم يؤدي إلى الصداع